بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إما جعلنا في أعناقهم أغلالا في إلى الأذقال فهم مفمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونبتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسلنكم إنا عذاب أليم قالوا اتغائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر إلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال من مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فيذاو خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآت له الليل نسلق منه النار فيداه المضرمون والشمس تجري من مستقر إلا هذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النار وكل في فلك يصبح مصور وآت لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم لنقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا منا رذقكم الله قال الذين كفروا للذين أيمنوا أن أتعم من لو شاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأقذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السوء فيذاهم من الأجداس إلى ربهم ينسون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تظلو نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغر فاكرون هم وأسواتهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجريون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منها كل جبلة كسيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم لما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعنهم فاستبقوا الصراط فإنا يبصنون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعهم مضيا ولا يرجعون ومن نعمنه نكسه في الخلق أفلا يعطلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولن يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون فذل الله لهم فمنها رقمهم ومنها يأكلون ولهم فيها ملياف ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحذن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة من فيداء وخصيل مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي لعظام وين رعيم قل يحييها الذي ينشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخطر نارم فإذا أنتم منه توخدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمروا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيبون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإلي ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فيئنا الأذقال فهم مخمحون وجعلنا من بين عيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونبتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم احنين فكذبوهما فعزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكتبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسلنكم لنا عذاب أليم قالوا تغائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال من مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومهم من بعدهم من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزئون ألم يروا كم أهلبنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل النمى جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه المنار فإذا هم مضربون والشمس تجري من مستقر إلا هذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة المرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النار وكل في فلك يصبح نصون وآتوا لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم لا ينقذون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رذقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو شاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ظلاله المبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأقذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السوء فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تغلو نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغر فاكوون هم وأسواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجريون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبل للم كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهلم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بها كنتم تكفرون اليوم نختم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعنهم فاسلبقوا الصراط فإنما يبصرون ولو نشاء نمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولن يروا أنا خلقنا لهم لما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ربهم ومنها يأكلون ولهم فيها ملياف ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم إمنا نعلم ما يسردون ولا يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة من فيدام وخصيل مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي لعظام وين رعيم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخبر نار فإذا أنتم منه توخدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمروا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيبون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإلي ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَيَّئِنَا الْأَذْقَالِ فَهُمْ مُطْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عِيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّمَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُمْ مَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِّي الْمَوْتَى وَنَبْتُبْ مَا قَدَّمُ وَآثَارَهُمْ وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاظْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُحْنَيْنِ فَكَذَّبُوا مَا فَعَزَّذْنَا بِثَارِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْسَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْتِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنْعُجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّلْنَكُمْ لِنَّا عَذَابٌ أَلِّينٌ قَالُوا تَغَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن في ظلال ونوبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فيذاو خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستاذعون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآت لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآت له الليل نسلق منه النار فإذاه المضرمون والشمس تجري من مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة الورجون القديم للشمس يميغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النار وكل في فلك يصبح نصون وآت لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم لنقذون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا منا رذقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو شاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ظلاله المبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأقذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السوء فيذاهم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تظلو نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغر فاكيون هم وأسواجهم في ظلال على الأرائك مدكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز يوم أيها المجريون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم زبلة كسيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعلمهم فاسلبقوا الصراط فإنا يبصرون ولو نشاء نمسخناهم على مكانتهم فنستطعون مضيا ولا يرجعون ومن عمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولن يروا أنا خلقنا لهم لما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ربهم ومنها يأكلون ولهم فيها ملياف ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسقون ولا يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي بعظام ويرعيم قل يحييها الذي ينشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخفر نارا فإذا أنتم منه توخدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمروا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيبون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإلي ترجعون